أهلاً وسهلاً فيكم معاكم طرح لحميضي بيوت دخلتها لقيت اكسسوارات اللي تكون لونها الخلط بين الأزرق والأبيض وهني عندي طيرين بيوت حلوين ارتفاعاتهم مختلفة شكلهم مختلف ولكن طبعاً هما ضقم شون أقدر أنا أضيف بعض الأشياء لهذه القطعتين بحيث أن تبرزهم بيوتهم بيوتهم تصوي كونتراست أو تجملهم بطريقة متجنسة دائماً أحب أستخدم الكتب بطريقة تزيين الاكسسوارات ممكن أنا أستخدم كتاب بين باللون الأخضر طبعاً الأخضر من الألوان اللي أنا شخصياً واحد من المدارس القسمية الداخلية يعتبرونهم ألوان محايدة لأنها موجودة كل مكان مرة حضرنا زرع في صالة أو في غرفة وحسنا الأخضر ملايق فإذا أنا حطيت لون الأخضر ككتب رفعت هذا الطير أولاً اللي سويته برس اللون بس بطريقة هادية وقللت فرق الارتفاع بين القطعتين لكن أقدر أسوي شيء مختلف جريء الألوان طريقة صبغ هذه الطيور نعتبرها نوعاً ما كلاسيكي نعمة هادية مو وايد صارخة لكن ديبت لون البرتقالي كتب هذا اللون اللون البرتقالي في علم الألوان هو لون مكمل كومبليمنتري للون الأزرق شوفوا شلون برز اللون الأزرق بقوة وصار واضح أكثر فإذا سوينا هاد شدي إحنا نقدر يا نبرز اللون يا نضفي اللون الأخضر نوعاً ما طفع اللون البرتقالي خلاه يشع أكثر ويكون أوضح لكن عطاه لمسة شوية مودرن قدرنا نسوي بالنس بين الستايل الحديث والستايل الكلاسيكي نقدر نضيف زيادة عليه ونضع هذه الأبجورة ونضع هذه البازة ولكن إذا أنا أبي أوحد الألوان هذه الطريقة ونضع هذا هنا ونضع هذه هنا صارت كلهم بدرجات الأزرق لكن مجرد ما أحط هذا اللون الأحمر الأزرق أكيد برز وشع وصار أوضح فوريكم أكثر من طريقة شون أنا أقدر أزين هالطيرين سواء أني أحط كتب خضرة كتب بيضة رح تعطي تجانس لون برتقالي رح يبرز لون الأزرق أو أضيف عليه قطع ثانية بدرجات أزرق مختلفة وأكثرها بوجود اللون صارخ مثل اللون الأحمر أتمنى أن هذا الفيديو فاتكم قبل أن تتركوني سواء سترعب على قناتي عشان توصلكم الفيديوهات أول بول اليوم قناتنا صارت الضم أكبر عدد من الفيديوهات العربية المتخصة بالتصميم والديكور فقراتنا متعددة رح تلاقون معلومات تصاميم مقابلات وغير هالعديد من فقرات اللي تهم المصممين الهوات وكل من يبحث عن أفكار لبيتها وعشان نستمر ونقدم المزيد تابعوني وكونوا المشتركين بالقناة لمشاهدة جديدنا أول بول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر